تشهد الساحة العراقية تنامي النزاعات العشائرية في جميع المحافظات الأمر الذي يهدد السلم الأهلي والاستقرار النسبي في بلد ينتشر فيه الفساد والسلاح المنفرط للميليشيات المسلحة مسؤولون حكوميون حذروا في وقت سابق من خطورة تنامي هذه النزاعات في المحافظات والتي تتسبب بشكل مستمر بسقوط ضحايا ويذهب ضحية هذه النزاعات المتصاعدة والتي تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة عشرات المدنيين سواء من المشتركين فيها أو من الأبرياء الذين لا ذنب لهم نشطاء عراقيون أكدوا أن الدقة العشائرية تراجعت كثيرا خلال فترة الحظر الوقائي لفيروس كورونا لكنها عادت حاليا وبشكل يومي في العديد من المحافظات والمدن ورغم الجهود التي قامت بها لجان المصالح العشائرية إلا أنها لم تصل إلى نتيجة ما بسبب وجود المستفيدين من استمرار هذه النزاعات وفي مقدمتهم الميليشيات المسلحة خبراء أمنيون اعتبروا أن النزاعات العشائرية تمثل إرهابا مجتمعيا واضحا والسبب في استمرارها هو ضعف القوات الأمنية وخشيتها من التدخل وحل هذه النزاعات إضافة إلى التدخلات السياسية للإفراج عن المتورطين بالدقات العشائرية والنزاعات وقد شهد قضاء الشطرة في محافرة ذيقار في وقت سابق توترا ملحوظا على خلفية مقتل ضابط الرفيع في الجيش الحكومي خلال محاولته فض نزاع عشائري استمرار هذه النزاعات وتصاعدها وأعمال عنف التي تحصل بين العشائر يهدد السلم المجتمعي وينظر بحدوث موجة نزوح جماعية من تلك المناطق التي تشهد هذه النزاعات الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات رادعة وصالمة من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية